هذا البرنامج برعاية زين جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية أنا الطيب عبد الماقيت هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء في مصر عشرة مليارات جنيه لتنفيذ قطة تعمير سيناء المركز العراقي يطرح أول سندات للاكتتاب العام منذ العام الفين وثلاثة بلوكفاغن تستقني عن سلاثة آلاف وظيفة إدارية في ألمانيا بنهاية العام الفين وسبعة عشر قالت شركة بصافي عدن أنها مستعدة لتقديم خدمات تكرير النفط الخام لشركات البترولية المحلية والأجنبية مع إمكانية شراء المصفات لبعض المشتقات النفطية الناثي عن عملية التكرير بحسب الأسعار العالمية لطاوطية السوق المحلي يأتي هذا التحرك لضمان تدفق النفط بما يضمن استمرار عمل المصفات نقلت وكالة وأنباء إيراني عن وزير النفط الإيراني أن بلاده ستنضم للمحادثات بين منتجين آخرين بشأن تجميذ محتمل لإنتاج النفط بعد أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يومياً وترى إيران سبعين دولار للبرميل سعر مناسب للنفط لكنها ستكون راضية بأقل من ذلك تلقى إقليم كردستان العراق 200 مليون دولار من تركيا للمساعدة في دعم ماليته التي تضررت من توقف خط أنابيب لتصدير الخام مؤخراً وقالت مصادر أنه جرى تحويل نقدي إلى حكومة إقليم كردستان هذا الأسبوع كمساعدة طارئة حيث كان خط الأنابيب يضخ 600 ألف برميل يومياً والتوقف حرم حكومة إقليم كردستان من مصدر مهم للإيرادات تعول مصر على خطة تعمير سيناء والتي رصدت لها نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذها للقضاء على الإرهاب في تلك البقعة المصرية وكذلك بالطبع بالتوازي مع الحل الأمني الذي تنتهجه وسعياً وراء الهدف المنشود عدلت بعض القوانين ما ييسر دخول المستثمرين كما نجأت لعدد من الصناديق العربية لتمويل مشروعاتها التنموية بقروض ميسرة إلى صدارة أجندة التنمية المصرية عادت سيناء من جديد من خلال عدد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية المنتظر تنفيذها خلال عام ونصف فبعد أن عانت هذه البقعة من الإهمال لسنوات وسنوات يبدو أن الوقت قد حان لتدارك هذا الأمر وانتشالها من الإرهاب حيث تم رصد 10 مليارات جنيه للانتهاء من خطة تعميرها والتي تتضمن تخصيص 25 ألف فدان للاستزراع السمكية وإقامة مدينة مليونية شرق بورسعيد إضافة إلى تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية الأهم من ذلك كله مطلوب مصانع وشركات للبناء وتأسيس وتنمية والقضاء على بطالة أهالي سيناء من هنا نستطيع أن نقول أن الحل حتى ولو أخذ وقتا سنة ونص نحن نطرح زمن خمس سنوات سبح سنوات عشر سنوات المهم أن نكون ماشيين في الاتجاهة الصحيح وأعتقد أن الخطة التي وضعتها القيادة المصرية إذا صدقت النواية وتوافرت الإرادة للتنفيذ ستكون خطة عملية وناجحة جدا وعن التمويل اللازم لإنجاز تلك المشروعات حصلت الحكومة المصرية من صناديق تمويل عربية على قروض ميسرات تقدر بستة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات وكان من بين هذه الصناديق الصندوق السعودي للتنمية والذي يخصص مليار ونصف المليار دولار لتلك المشروعات في حين سيساهم كل صندوق من الصناديق الأخرى بنحو تسعمائة مليون دولار جنوب سيناء منطقة شاسعة لديها ثروات وفيها ثروات وفيها احتياجات كبيرة وهناك رغبة بتحسين البنية الأساسية والبنية التحتية فيها صندوق طبعا دائيا ما ليس لديه مانع ينظر في هذه المشاريع سوف أرغم حسب ما وعدنا باستلام بعض الوثائق الخاصة بهذه المشاريع وتحليلها وبهدف زيادة حركة التنمية في سيناء أعطي الحق لرئيس الجمهورية باستثناء نسبة المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلا من 45% شريطة أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كما تمت زيادة مدة حق الانتفاع إلى 75 عاما كحد أقصى بدلا من 30 عاما نادة عبدالسلام سين بيسي عربية القاهرة أتابع هذا الموضوع معي من القاهرة دكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي لحديث أكثر عن هذا المشروع دكتور مساء الخير بدلا قبل الدخول في التفاصيل إلى أي مدى في تقديرك أهملت سيناء طوال العقود الماضية في مصر مساء النور وكل سنة وحدك طيب بمناسبة يوم الشهيد وده بيعتبر من المناسبات اللي بنحتفل بيها لأن معظم شهدأنا أو كانوا في سيناء سيناء طبعا كانت نتج الفترة الماضية مهملة لسببين وجودها فترة طويلة في الحروب وحاجة مرة تانية كانت هناك معهدة كامب ديفيد كانت بتحدد عدد القوات وانتشارها وتقسمها المناطق ألف وبهجيم ده كل ده كان بأحياء من أنه بيؤخذ كجانب أمن قومي على الجانب الآخر وهو الجانب التنموي أو ده بيعتبر أهم الفترة الأخيرة بعد ما تفاقمت الأزمات وأصبحت مأوى للإرهاب وللجماعات المتطرفة الإرهابية أصبح حتما ولابد أن تكون هذه المنطقة تحت أولويات الرئيس في التنمية وأذكر أثناء المجلس الأعلى قوات المسلحة في فترته كنت شرفت بتولي لجنة الأمن القومي أن هذا كان من الأولويات أن الأمن القومي المصري من بوابة الشرقية الأساس لها تنمية سيناء غزوها بالتنمية أفضل خط دفاعي أفضل من السلاح وده لأن أهل سيناء فترة طويلة كانوا من الإهمال وفترة طويلة فعلا شعروا بأنهم فيه بعد بين يعني ربوع مصر وبينهم وعندهم انتماء حقيقي ووطني ظهر في الحروب السلاس الماضية إلا أن تجاد دور حقيقة فعلا أن التنمية هي خط الدفاع الأول وهي فعلا أن القاعدة الأساسية للرئيس السيسي فعلا هيقدر يحقق بها تنمية متكاملة ونقطة تانية هيقدر يزود الأمن القومي العربي أو المصري من هذا المكان وبالفعل كان دامن حوالي سنة كان وضع من ضمن الخطط الاستراتيجية للتنمية رصد حوالي 10 مليار وقريبا حتى وجدنا أن المؤسسات العربية الوحدة تشترك بحوالي 8 مليار و255 مليون جنيه من المؤسسات التمويل العربية في سيناء وبالتالي أن نقدر النهاردة يضع بداية المشروعات دي ثمان مشروعات استراتيجية ونجد للمتخصصين نظر نظرة الاقتصاد الاستراتيجي اللي هو على المستوى الأشمل أن تنمية سينة دي بتعتبر استكمال لمراحل التنمية اللي بدأها بقناة السويس ثم مشاريع شرق التفريعة شرق التفريعة دي حضرائك بتجد أن الشرق لها أو المكمل لها مشروعات تنمية سينة فبالتالي لكن الرئيس السيسي نهج منهج أنه يمشي المشروعات برر على التوازي من استصلاح واستزراع تلت تلف فدن ودي حقيقة قرية الأمل موجودة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولكن كانت لسه ما سلمتش أن في مساكن بس ما فيش فرص عمل حقيقية وضعت الآلية الآن أن بإيجاد العمل وإيجاد القوى البشرية أو لإلحاقهم بالعمل وأيضا أتفضل نعم أنا آسف للمقاطعة ولكن أنت تعلم أن كثير من الخطط التي وضعت في السابق من أجل انتشال هذا الإقليم أعني سيناء من وحدته ما الذي يجعل هذه المرة مختلفة ربما وأكثر جدية حاليا الفترة الماضية كانت عبارة عن حلول وقتية أو بتنظر للبعد الاجتماعي أكثر وليس لا يوجد فيها تدفق استثمارات كان هناك عائق تشريع كبير في إنشاء الشركات الأجنبية أو الشراكة الأجنبية كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 45% بنسبة ضئيلة أصبح الآن المشروعات الحقيقية أصدر قرار تشريعي قرار جمهوري بالفتح لنسبة المساهمة للأجانب طالما أن هذه المشروعات تدخل ضمن التنمية الاستراتيجية أو المشروعات الاستراتيجية للدولة وده خدم فعلا أن أصبح يحقق جذب المستثمير الأجانب لأن موارد مصر الوحدة غير كافية لتعمير سينة سينة كبيرة بما فيها من خيرات ولكن بدأ احتاج تنمية كثيرة فإحتاج فند أكبر وإنفيزتورس أكتر ييبوا ولكن هذا تتوقع دكتور ماهر في ظل الأوضاع الأمنية أحيانا المضطربة في هذا الإقليم سيناء في مصر أنت تستقطب وتتذب استثمارات أجنبية طبعا لنا تجارب كثيرة لو تركت سيناء الفترة الماضية عشرات السنوات فراغ فأصبحت الآن مأوى للإرهاب والجماعات لأن المكان المطروك هو بتتركه لغيرك أنه يستثمره ويمثل ضغط عليك إنما إذا وجدت التنمية على سبيل المثال المدينة المليونية التي تنشأ فبالتالي سيحقق النهاردة بعد تنمي لأن ينمو الإرهاب دائما في المناطق المنعزلة والمناطق المهملة وبالتالي أصبح بيتحرك خط الدفاع المصري من الغرب إلى الشرق بدل من كان بيشتغل في معزل بعد المنع المائي اللي هو قناة السويس بيكسر المدن القناة وبخاصة القوات هنا النهاردة هيدي حرية بجهود التنمية ووجود الاستثمارات ووجود السكان ووجود الشركات والتدفقات اللي هتتم هناك من أصبحت فيه خدمات بتتم وبالتالي خدمات أمنية أصبحش النهاردة منطق منعزلة هو فعلا الأمن الحقيقي في سيناء هي تنميتها وده كانت توسيطنا فعلا وده اللي هيتم وصيرا حصر الإرهاب تماما وحضرك تجد مثلا لو قارننا الجنوب بالشمال جنوب سيناء عشان فيه مشروعات سياحية أصبح فيه تدفق للمستثمرين والزائرين وكذا أصبح النهاردة آمن آمن لأنه آمن بمشروعات وأكثر إذا كانت عمليات فردية زي أي مدينة زيها زي باريس زي أي مدينة حصل فيها عملية بتتم ببساطة شديدة إنما ده فعلا هو ده إنه هيقدر الأمن الحقيقي اللي هو هيتم من خلال التنمية الحقيقية فيها فعلا ونقل فرص عمل كتير ومجتمعات جديدة أيضا هيقدر يحقق اللي هي جهود التنمية قبل النجاح اللي استثمار فيها لأن بالفعل صرواتها الطبيعية معروفة ربنا حابها بحاجات كتير جدا كصروة معدنية وصروة شاطئية كأسماك وغيره وغيره من ناحية المواني من ناحية الزراعة سيناء كفعلا أرض الفيروز أرض خير أرض ربنا حباب خيرات كتير فالأمن القوم المصري فعلا النهاردة وتخفف الضغط على الجيش بوجود ناحية التنمية في قوة بشرية في تأسيم جديد إداري هي يسهل السيطرة عليها وتبقى أسهل وأفضل كنحية التنمية مع الأمن كنت أود أن أذلك عن هذه الطاقات الكاملة في سيناء لكنك أجبت في سياق الحديث أنا أشكرك الدكتور ماهير هاشم الخبير الإقتصادي معلقا على مشاريع إحياء وتنمية سيناء شكرا جزيلا لك قالت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع للغذاء بيتها التابعة للمراعي السعودية إنها تستهدف زيادة مبيعاتها لأكثر من 2.5 مليار جنيه خلال هذا العام من ملياري جنيه في 2015 ووضعت الشركة حجر الأساس لمصنع عصائر جديد للشركة في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة على مساحة 60 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ نحو مليار ونصف المليار عبوة لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية في هذا البرنامج اتجاه لتوطين كامل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات في السعودية أرحب بكم من جديد ينوي البنك المركز العراقي بيع ما قيمته تريليون ونصف تريليون دينار عراقي ما يعادل مليار ومائتين وسبعين مليون دولار من السندات الحكومية لأجل عامين في إطار الجهود لسد العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش وسيكون الإصدار الأول من نوعه للاكتتاب العام منذ عام 2003 في السعودية تنفذ وزارات العمل الشؤون البلدية والقروية التجارة والصناعة والاتصالات إلى جانب وزارة الداخلية تنظم حملات وزيارات تفتيشية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين بدلا من العمالة الوافدة وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات مهلة تسعين يوما على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50% ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول منذ الحجة من العام نفسه معي السيد نضار رضوان رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة للحديث أكثر في هذا الموضوع اسمح لي بدلا ورحب بك معنا وحدثني أولا لماذا هذا النشاط تحديدا نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الإصدافة أولا قطاع الاتصالات قطاع جاذب لأبناء وبنات الوطن للعمل فيه قطاع الاتصالات قطاع مربح يدر الدخل جيد وهو أعتقد أن هذا القرار قرار إيجابي جدا لكنه جاء متأخر يعني أنا كنت أتمنى أن هذا القرار يكون من فترة سابقة لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تصل أصلا جيد هذا القرار كنا نبحث عنه ليس فقط لهذا القطاع ولكن أيضا لقطاعات أخرى سيد نضال نشاط بيع وصيانة الأجهزة أجهزة الاتصالات وملحقاتها تعلم أنه محتكر منذ زمن طويل ربما لجنسيات أخرى غير السعوديين الآن وفق هذا القرار إلى أي مدى هناك عمالة سعودية مدربة على هذا النوع من الصيانة للأجهزة الاتصالات وما إلى ذلك قادرة الآن على سد هذه الفجوة خاصة أن القرار يحمل تاريخ محدد أولا بالنسبة لعملية التدريب نعرف أن الموجودين الآن حاليا من مختلف الجنسيات ليسوا من علماء الفلك أو الذرة أو من يحملون الشهادات العلية العلمية هم مجرد عمال بسطاء والعمل فيه بسيط جدا فيما يتعلق في الزيع النظار أنا أعلم ذلك ربما لا يستهوي هذا العمل السعوديين لا الكلام هذا غير صحيح الكلام بالعكس يعني أنا أتكلم مثلا ابني أنا أنا ابني شخصيا طالب في الجامعة ويبحث عن فرصة عمل في هذا المجال بالذات لأنه يهوى العمل أو في عمليات الأجهزة المحمولة في التقنية الاتصالات في هذه الأمور يعني العديد من أبناء أو بنات البطن يبحثون عن هذه الفرصة لكن للأسف كان أصحاب المحلات والتستر الذي كان يعملون به يعني كان يمنع منح أبناء أو بنات الوطن الفرصة الحقيقية والآن جاءت هذه الفرصة الحقيقية نعم إذن في حال التطبيق يعني حدثني عن القيمة المضافة لهذا القرار وأنا عندما سألت هذا السؤال في ذهني ذلك المحل الصغير الذي فيه عامل يقوم بصيانة الموبايل وما إلى ذلك لذلك سألت يعني وأنت أجبت على كل للتجربة برهان ودليل يعني أنا أحيانا قد أستوعب أن بعض الكوادر السعودي وأنا أعلم أن الشباب السعودي مؤهل أحيانا ودرس الإلكترونيات وما إلى ذلك قد يتهيأ ربما لفرص في شركات الاتصالات لما لا يعني بشكلها الأكبر بعيدا عن هذه الأماكن والمحلات الصغيرة نعم أسمعوا كتنظرك عموما بالنسبة للنقطة التي ذكرتها بالنسبة للتدريب والتأهيل الآن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمنح التدريب المجاني لجميع من يرغب من الشباب ومن الشابات في موضوع خدمة العملاء في موضوع الصيانة في ريادة الأعمال حتى في من يرغب في بد العمل يعني بشكل جديد أو بشكل منفرد هذه موجودة صندوق تنمية المارضة البشرية سيقدم الدعم للأجور سيقدم الدعم في التطوير والتدريب الأمور متوفر بشكل كبير ولكن أنا في رأي أن أساسا الموضوع لا يحتاج إلى المهارات العالية والشهادات العالية السوق يستوعب من يملك الحد الأدنى من التعليم والحد الأدنى من الكفاءة مع الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات وتقدمه الدولة أعتقد بأن شبابنا وبناتنا قادرين تماما على ليس فقط الإحلال والقيام بهذه العباء ولكن التطوير والارتقاء به القيمة المضافة حسب ما أنت سألتني بها يعني هناك كثير من الأمور نحن نتكلم عن توفير ما يقارب من عشرين ألف وظيفة في خلال الفترة القادمة لأبناء وبنات البطن هذه تساعد في خفض النسب البطالة عندنا تساعد على يعني تقليل من حجم الأموال التي تحول إلى خارج المملكة بحيث أنها تقوم بالدوران داخل الاقتصاد السعودي ونحن في هذا الوقت نحتاج إلى أن تكون هناك دوران لرأس المال وللنقد داخل أسواقنا لزيادة حزم الإنفاق وبالتالي زيادة الاستثمار وبالتالي استمرار عملية النمو والتقليل الاعتماد على النفط يعني هذه خطوات ولو أنها قد تبدو صغيرة لكنها هي إضافة إلى الخطوات الأخرى المتوقعة والمنتظرة من قبل الدولة أعتقد بالناس سوف تساهم بشكل كبير جدا وإيجابي في نمو الاقتصاد وتخفيض الاعتماد عن النفط كدخل أول للاقتصاد للمملكة نعم أنا أشكرك سيد ندار رضوام رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة على هذا التنوير في مزألة انتقال هذا النشاط نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وسعودته وتوطينه شكرا جزيلا لك استطاعت المملكة العربية السعودية الحفاظ على زخم إنفاقها خلال العام الجاري رغم التراجعات الحادة في أسعار النفط التي هبطت بنحو 70% منذ يونيو 2014 في خطوة منها لتعزيز بنيتها الاستثمارية وتعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المزيد في هذا التقرير واجه الاقتصاد السعودي خلال الآوينة الأخيرة واحدا من أصعب التحديات في تاريخه إذ أن أسعار النفط المنخفضة خلصت بشكل كبير إيرادات المملكة مما سبب ضغوطا على مستوى الإنفاق الحكومي الذي كان قد شهد مستويات قياسية قبل موجة انخفاضات أسعار الذهب الأسود الأمر الذي عزز من احتمال أن تخفض السعودية مستويات الإنفاق بشكل كبير لتتماشى مع الوضع الراهن السعودية على الرغم من المرحلة الصعبة التي تمر بها حافظت على مستويات إنفاق جيدة وذلك حسب أحد التقارير الصادرة مؤخرا من أمريكا والتي كشفت عن أن المحافظة على مستويات الإنفاق جاء بدعم من الاحتياطي النقدي الضخم الذي تتمتع به والذي يتجاوز حاجز الستمائة مليار دولار وتيرة الإنفاق في المملكة استمرت ولكن هذه المرة ضمن استراتيجية جديدة قائمة على التركيز على المشاريع ذات الأولوية وخاصة المشاريع الرأسمالية والتي خصصت السعودية لها موازنة العام الحالي نحو مئتي مليار ريال سعيا منها للحفاظ على معدلات جيدة من النمو والسيولة في نفس الوقت ولا سيما أن القطاع الخاص بالسعودية يعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي استمرار الإنفاق الحكومي للمملكة لم يثنها عن التفكير في خطوات أكثر استدامة في دعم الاقتصاد من خلال تركيز الجهود على إطلاق برنامج للتحول الاقتصادي تسعى من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف بدءا من تحفيز أداء القطاعين العام والخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية وانتهاء بالتوسع في عمليات الخصخصة ضمن خطوات تهدف المملكة من ورائها إلى تقلص الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى 37% بحلول عام 2025 مقابل نحو 80% حاليا تخطط شركة صناعة السيارات الألمانية فالكسفاغن للإستقناء عن حوالي 3000 وظيفة إداريا في ألمانيا بحلول لنهاية العام 2017 مع سعيها جاهدة لتغطية تكاليف فضيحة الغش في اختبارات الإنبعاثات ويخفض أكبر صانع للسيارات في أوروبا الاستثمار بمقدار مليار يورو إلى مليار ومئة مليون دولار في 2016 مقارنة مع العام الماضي تتطلع شركتان صينيتان للاختراب من التواصل لاتفاقات قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع إيران لبناء خط للقطارات السريعة وتطوير أسطولها لسفن التجارية في عقاب رفع بمعظم العقوبات عن طهران وبحزب مصادر فإن الشركة الوطنية الصينية لمعدات مهندسة النقل على وشك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مشروع الخط الحديدي البال قيمته 3 مليارات دولار والذي سيربط طهران بمشهد شمال شرق إيران تجري الهند محادثات مع دول خليجية لشراء النفط لما لاحتياطاتها الاستراتيجية وفي المقابل تبعها أغذية وذلك مع سعيها لاستخدام موقعها كثالث أكبر مستورد للنفط في العالم لتأمين إمدادات الطاقة وأيضا تعزيز صادراتها وتستورد الهند نحو 80% من حاجياتها النفطية الخام وتأتي معظمها من دول الشرق الأوسط وتسببت تخمة في الإمدادات العالمية في صعوبات لدول غنية بالنفط بالمنطقة في سعيها لزيارة الصادرات أشكر حسن متابعتكم لياسة الأعمال تحيات الفريق العام في هذا البرنامج إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر